اهلا بحضراتكم في هذه التغطية طلبت ادارة الارشيف الوطني الامريكي اعادة فحص السجلات الشخصية للرؤساء ونواب الرؤساء السابقين بحثا عن وثائق سرية وذلك بعد انباء عن وجود مثل هذه الوثائق في حوزة الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس السابق مايك بينس وفق مقاله مصدران مطلعان الخميس وارسلت الادارة خطاب الخميس لممثل الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين حتى دونالد ريغان لضمان الالتزام بقانون السجلات الرئاسية الذي ينص على ان اي سجلات ظهرت او تلقها الرؤساء مملوكة للحكومة الامريكية وسوف تتعامل معها ادارة الارشيف الوطني في نهاية فترات ادارتهم وفقا للمصدرين الذين تحدثوا شريطة كتمان هويتهما لانهما غير مخولين بالحديث عن التحقيقات وارسلت ادارة الارشيف الوطني الامريكية ايضا خطابا لممثل الرؤساء السابقين دونالد ترامب وباراك اوباما وجورج دابلي بوش وبيل كيلينتون وجورج اتش دابلي بوش ورونالد ريغان ولنواب الرؤساء بينس وبيدن وديك تشيني والغور ودانا قوائل وكانت سي ان ان اول من نشر فحوى الخط وافادت بولا ريد مراسلة الشؤون القانونية في سي ان ان الاربعاء بان المسؤولين في وزارة العدل الامريكية غير راضيين عن طريقة تعامل الرئيس جو بايدن وفريقه مع ملف الوسائق السرية وجاءت تصريحات ريد خلال لقاء على قناة سي ان ان مع وولف بيلتزار قالت ريد شعر بعض مسؤولي وزارة العدل بالاحباط احيانا بسبب قرارات معينة اتخذها فريق بايدن على سبيل المثال بعد اسابيع من اخبار وزارة العدل لفريق بايدن بانهم سيراجعون هذه القضية قام فريق الرئيس بايدن بتفتيش منزل ويل مغتون ولم يخبر وزارة العدل حتى بعد العثور على ملفات سرية جديدة واشارت ريد الى ان الاختار لم يكن مطلوب لكن عدم وجود اشعار مسبق ازعج بعض مسؤولي وزارة العدل وتابعت الان سمعنا ايضا مخاوف بشأن عدم تعامل البيت الابيض بشكل كامل مع الجمهور عندما انكشفت القصة عندما انكشفت القصة لاول مرة حيث اكدوا اكتشاف الوثائق في مكتب بايدن لكنهم فشلوا في الاشارة الى انه تم العثور على وثائق سرية ايضا في ويل مينغتون وضفت ريد كل هذا يولف ساعد في اتخاذ القرار بتعيين مستشار خاص في هذه القضية واشارت ريد الى انه بمجرد ان يبدأ المستشار الخاص روبرت هور تحقيقه فسيكون تحقيقا جنائيا كاملا وتابعت يمكن ان يكون هناك المزيد من عمليات البحث في منازل ومكاتب بايدن للحصول على معلومات سرية اضافية وكان قد تم العثور على الوثائق السرية لاول مرة في مركز عمل به بايدن في واشنطن العاصمة من قبل محامي الرئيس في نوفمبر الماضي ومنذ ذلك الحين رفض بايدن الانتقادات بشأن تعامله مع المعلومات السرية بحجة ان بعضها كان امنا في مكان مغلق بجانب سيارته في مرآبه في منزله بديلوار مستمريين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم